فضلت الشيخ جاينا سؤال والسائلة يعني بتلح علينا في الإجابة وبتقول أرجوكم يجيب علي فضيلة الشيخ في هذا السؤال بتقول حلف علي زوجي بالطلاق إن كنت قد خنته من قبل أم لا وأنا أنكر عليه ذلك يعني هي مش عايزة تقول له الحقيقة خوفا على بيتي حيث أن لدي منه ثلاثة أبناء ماذا أفعل أجيبه أم أكدب عليه يعني في هذه الحالة يجب أن لا يصر الزوج على يعني أن تفضح أمرها أو يستر أو يفضح المستور وعلى الزوجة أن تحاول قدر استطاعتها أن ستر الله عليها فلابد أن تديم ستر الله تبارك وتعالى عليها ولا تفضح نفسه وهذا الإسلام يجيز لها ذلك أن تحافظ على بيتها وأن تحافظ على سترها التي ستره الله تبارك وتعالى بها فينبغي أن تستمر وهذا ليس فيه أكذوبة وليس فيه شيء طالما أنها تابت وأنابت إلى الله عز وجل لكن الشرط الأساسي أن لا تكون مستمرة في الخيانة فهذا أمر يعني ينكره الإسلام وبذلك تكون آثمة إذا استمرت على خيانتها لزوجها ولكن إذا أقلعت عن هذه الخيانة وتابت وأنابت إلى الله عز وجل وندمت على فئلها هذا يعني الله سبحانه وتعالى عليم حليم سطار شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة